لما يكون في شخص بيتجاه لك ويتجاه رسائلك ده اصعب شعور ممكن تحس بيه صديقي ولا انا النهاردة مش عشان بس اعلمك ازاي تخليه يرد على رسائلك النهاردة هقولك ازاي تخليه يندم ان هو ما ردش على رسائلك اول حاجة لازم تعرفها ان اللي اقوله لك ده خطة لازم تنفزها زي ما اقولها لك بالزبط وبعدك انها تنجح لو نفستها صح واول حاجة في الخطة انك تبعت رسائل للشخص ده لمدة عشر تيام مرة بعد ولازم تستحمل ان هو ممكن ما يردش عليك احنا اتفقنا انها خطة حضرتك هتبعت له رسالة كل يوم في وقت متأخر بالليل طب شمعنا الوقت ده لان ده يدملك احتمالين اما ان هو هيقرى رسالتك وينام او هيقرى رسالتك اول ما يصحق وهنا انت هتكون اما اخر شخص هو افكر فيه او اول شخص هو افكر فيه علم النفس بيقول ان عقلنا دايما بتفتكر البدايات والنهايات وغالبا بتنسى الاحداث اللي في النص وبكده نكون ضمن ان انت خلاص بقيت في مخه ودي اول خطوة من الخطة عرفنا هتبعت له امتا؟ طب هتبعت له ايه؟ لازم رسالك اللي انت بتبعتها له تكون رسالة ايجابية بمعنى ان انت تقوله كلام حلو عن نفسه وتشجعه تمدح حاجة فيه وتقوله عنها كلام كويس حتى لو كان ما بيردش عليك هو ده اللي احنا عايزينه انه مايردش عليك خلال العشر تيام دول عقله هيكون ببرمج ان هو يسمع كلام معين منك بشكل يومي واول ما ده يحصل تختفي وما تبعتش رسال لمدة تلات تيام خلال التلات تيام دول عقله هيبدأ يسأل عنك هو راح فين؟ بطر يبعت رسال ليه؟ بعد التلات تيام دول ترجع مرة تانية وتعتذر له كمان وتقوله اسف ان اختفت فجأة كان عندي مشاكل كتير جدا يارب تكون بخير وترجع مرة تانية تبعت له نفس الرسالة الحلوة اللي كنت بتبعتها له تاني لمدة تلات تيام تانية اللي هيحصل هنا ان انت برمجت نفسيته انه يسمع الكلام الحلو اللي اي حد في الكون بيكون محتاج ان هو يسمعه حتى لو من الشخص الغلط بعدها تختفي النهائي ساعتها هنا هيحصل تلات حاجات اول حاجة الفضول هنا هيبدأ يسأل نفسه هو ليه ما بقاش يبعت الرسالة؟ يا طارد ده انه كنتش بعمل كريس ولا في حاجة تانية 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 حاجة هيحس بالذنب جدا ناحيتك هنا عقله هيقوله ان الشخص ده اختفق قبل كده عشان كان عنده ظروف ورغم انه كان عنده ظروف كان بيفكر فيك ورجع ويعتذر لك كمان وكان كل يوم بيقولك كلام حلو ويبعتلك رسالة حلوة رغم انك كنت سخيف معك وهنا هيبدأ يحس بالقلق ويقول لنفسه ايه ده؟ هو ممكن ما يبعتليش رسالة تانية؟ هو ممكن ما يكلمليش تانية؟ وهنا هتلاقيه يبعتلك رسالة وبيدور عليك ساعتها يشوف الرسالة ويعمل سين وهو عترد على الرسالة مع ما حصل خليه يعيش طول عمره يسأل نفسه انت اللي اختفت ومليش اللي بوضعه